طبعاً حفلة الفنان عمر دياب والمقامة النهاردة اتصدرت الترند في مهرجان العالمين اتصدرت الترند على السوشيل ميديا خاصة بعد الإعلان عن نفاذ جميع التذاكر الخاصة بالحفلة أكتر حاجة يمكن تم الحديث عنها بخصوص الحفلة هو الإعلان عن نفاذ التذاكر بشكل كامل ودي حاجة الحقيقة مش جديدة على عمر دياب التذاكر بتبدأ تخلص الموجات كتير جداً من الحفلة وفئات كتير من التذاكر بتخلص ويمكن الناس قبل ساعات من الحفلة دايماً بتدور لو حد ظروفه ما سمحتش بحضور الحفلة بيدوره على التذاكر في اللحظات الأخيرة كتير من الناس كمان سألوا عن معاد إزاعة الحفلة في التلفزيون هل هي مسجلة هل هتزاع على الهوى ولا لا طبعاً لسه ده هيتم الإعلان عنه من خلال الشركة المتحدة معتك كده الفنان تامر حسني نشر على صفحته الشخصية في الفيسبوك فيديو أغنية ينهر أبيض الأغنية اللي غناها في مهرجان العالمين الجديدة وكتب تامر في البوست دلوقتي تقدروا تسمع أغنية ينهر أبيض كاملة من مهرجان العالمين على كل المنصات وتامر نشر جزء من الأغنية مع البوست وطبعاً إحنا تباعنا حفلة تامر حسني من أسبوعين قد إيه كسارة الدنيا قد إيه كان ليه دخول متميز زي عدته كان فيه مفاجآت كتير في الحفلة شفناها الناس استمتعت بيها وشفنا ده كمان على السوشيل ميديا الخاصة بالنجم تامر حسني اللي دايماً بيحرص على التواصل مع متابعينه ومع كل المواهب الشابة خلينا نروح للفنان حسن الرداد واللي نشر على صفحته على السوشيل ميديا جزء من مصرحية التلفزيون اللي بيقوم ببطولتها هو والفنانة إمي سمير غانم وعدد من النجوم الشباب حسن الرداد كتب في البوست انتظرونا في مصرحية التلفزيون بمهرجان العالمين والبوست حقق تفاعل كبير جداً من المتابعين واللي كانوا بيسألوا عن طريقة الحجز وبنفكركم دايماً أن أهم طريقة الحجز كل الفعليات بتكون عن طريق موقع تسكرتي اللي بيكون فيه كل التفاصيل الخاصة بالحجز تقدر تدخل على الموقع وتحجز التذاكر بكل سهولة